اشتركوا في القناة مجمع الملكة الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث بها عن المحاور التالية الأمر الأول سنتحدث عن استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي من الدرجة الأولى الأمر الآخر سنتحدث أيضا عن استمرار فرص خطوزة خطوزة الأمطار مع هذا المنخفض الجوي لكن الدرجة الأولى هي الدرجة الأضعف وبالتالي فرص الأمطار هي متباعدة زمنيا بشكل عام والأمر الأخير سنتحدث عن المرتفع الجوي السايبيري وامتداده للمملكة اعتبارا من يوم الجمعة والكتنة الهوائية شديدة البرودة المترافقة معه وتستؤدي إلى حدوث انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة نبدأ لهذه النشرة بصور الأقمار الاصطناعية الواردة الذين هنا في مركز تقصى الأولى تتشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب العالية الغير ممطرة كانت تؤثر المناطق الجنوبية للمملكة مع وجود اندفاع لبعض السحب والغيوم الممطرة نحو المنطقة الشرقية تحتاج إلى المناطق الشمالية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط تتضفق باتجاه المملكة وتعمل هذه السحب على هطول زخات من الأمطار لكن هذه الزخات هي متباعدة في أغلب الأوقات زمنيا تمتد فرص هذه الأمطار خلال ساعة هذه ليلة نحو المناطق الجنوبية وهذا ما سنشاهده عبر خرائط المعالجة الحاسوبية توقعات الأمطار والتي تشير إلى وجود كميات من الأمطار في المنطقة الشرقية البحر الأبيض المتوسط وهي مترافقة مع تأثيرات المنخفض الجوي المصمّ بأنه من الدرجة الأولى أي الدرجة الأضعف ويتوقع بمشكة التدريجيهاٌ هذه السحب تدخل إلى الداخل كما نلاحظ المناطق الشمالية من المملكة ومع ساعات هذه الليلة يتوقع أن تندفع هذه السحب المناطق تشمل أيضاً المناطق الجنوبية من المملكة كما نلاحظ من جبال الشرق والمناطق الوسطى ورصول إلى المناطق الشمالية توقع أن تخضع هذه المناطق جميعاً لتيارات هوائية رطبة تعمل على هطول الأمطار بين الحين والآخر ترتفع نسب الرطوبة هذه الليلة مع هذه الأمطار وبالتالي تشكل الضواب أيضا فوق هذه المرتفعات الجبلية تستمر فرص الأمطار خلال ساعات صباح يوم غد الخميس لكنها تصبح متركزة أكثر في المنطقتين الشمالية والوسطى وتمتد بعض الأمطار إلى المناطق الشرقية من الملكة كما نلاحظ ولكن في المناطق الجنوبية تتراجع فرص خطول الأمطار ومع دخولنا مع ساعات مساء والليل الأولى ليوم غد كما نلاحظ كيف تضع فرص الأمطار شيئا فشيئا وتختفي هذه الفرص مع دخولنا في ساعات تيلة الخميس على الجمعة يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة في كافة المناطق ويتشكل الضباط من جديد في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى كما ومن المتوقع أيضا أن يتشكل السقيع في بعض المناطق من البادية والسهول الشرقية التي تجد تدني درجات الحرارة بشكل دافت إذن الموضوع الآخر هو بعد هذا منخفض الجوي امتداد ما يسمى المرتفع الجوي السيبيري هذا المرتفع الجوي الذي يمتد شتاء نحو مناطقنا وقادم من المناطق السيبيرية في قارلة آسيا هذا المرتفع الجوي تميز بعدة صفات أولها استقرار التقس أي أن التقس يخلو منه طراث مطرية في معظم الأوقات الأمر الآخر هو امتداد لكتل هوائية قد تكون أحيانا شديدة برودة وقطبية المنشأ قادمة من القارلة الآسيوية باتجاه المملكة الأمر الذي يعمل على حدوث انخفاض كبير في درجات حرارة وتشكل السقيع والأمر الثالث هو ازياد كبير في سرعة ونشاط رياح الجنوبية الشرقية أو الشرقية القادمة مع هذا المرتفع الجوي الأمر الذي يحدث بالعادة يعني حدوث حبات لهذه الرياح الذي تزيد من الإحساس بالبرودة قد تكون درجة حرارة مثلا صغرى 6 درجات أو 5 درجات مائوية لكن مع هبوب هذه الرياح يصبح الشخص يشعر من درجة حرارة حوالي الصفر المائوي كما أن هذه الرياح تقريبا فوق سلسلة الجبال الغربية تهبط إلى الأغوار بسرعات عالية تؤثر على مناطق الشفاء غورية على شكل هبات قوية من الرياح والأمر لهذا قد يتسبب أحيانا لا صمح الله ولا قدر الله بحدوث أضرار للبيوت البلاستيكية الواقعة في تلك المناطق الزراعية هذه الحالة الجوية متوقعة أن تبدأ اعتبارا من مساء يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد ويطرع معها انخفاض كبيرة على درجات حرارة سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل الحوالي الجوية متوقعة غدا النهارا يتوقع أن يكون التقس إذن سواء هذه الأولى النهار يوم غدا تمنى تأثيرات المنخفض الجوي ومصنف من الدرجة الأولى تبقى فرص الأمطار حاضرة لكنها متباعدة زمنيا درجة حرارة لغدا العظمى كحد أقصى تصل إلى 13 دراجة مئوية في ساعات النهار بما شئت الله تعالى وتكون الرطوبة النسبية تقريبا مرتفعة أيضا حتى في ساعات النهار ويكون التقس رطبا تتراجع فرص هطول الأمطار تدريجيا مع دخولنا في ساعات المساء والعين وتدى الغيوم بالتناقص التدريجي في أغلب المناطق دعونا نتعرف على درجات الحرارة وأحوال التقس خالفات أيام القادمة في العاصمة عمان إذن من 13 درجة مئوية في ساعات النهار إلى 5 درجات مئوية في ساعات الليل والأجواب وجه العام تصبح باردة وضبابية في ساعات الليل مع تشكل السقيع في بعض الأجزاء لكن يوم الجمعة ارتفاع قليل جدا عن درجات حرارة النهارة لكن يقابل الخطاط في درجات حرارة المحسوسة والملموسة تنخفض لين درجات حرارة 7 درجات مئوية مع رياح نشطة جدا تكون بمشيئة الله تعالى أما يوم السبت فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون درجة حرارة العظمى 13 درجة مئوية تحبط الصغير إلى 5 درجات أعتقد هذه القيبة خاطئة هي ستنخفض إلى 5 درجات مئوية رياح قوية متوقعة طيلة نهار يوم السبت تزيدنا الإحساس بجرده بشكل لافت كما يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون مصحبة بهبات قوية أحيانا خاصة في المناطق الشفاء الغورية الأمر الذي قد يتسبب لا تقدر الله ببعض الأضرار أحيانا في مناطق الزراعية من البيوت البلاستيكية إجملناك تنبيهات هامة للإخوة المزارعين في هذه الحالة الجوية الأمر أول هو من مخاطر تشكل الصقيف في ساعات الليل خلال هذه الليالي القادمة ومن تدني درجات الحار ومن اقتراتها على المحاصيل أحيانا والأمر الآخر هو ارتفاع كبير في شدة سرعة الرياح المتوقعة المزيد حول درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات مملكة تجدونها في النشرات الأخرى التي تبث عبر طقس العرب هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر